الحاجات اللي لفتت الانظار الاسبوع ده برضو تصريح برضو الاخونا فرج عامل رئيس نادي سموحة اللي بيطالب فيه باعادة مباراته مع الزمالك اوادي قدامنا الخطاب الرسمي اللي هو وجهه لاتحاد كرة القدم ويبدو انها باقت موضة كل ما حد ما هيخسر هيبعت لاتحاد كرة القدم يقوله والنبي عد لنا المباراة طبعا كلام هزلي يعني كلام مش مقبول ومعتقدش هيتنظر له بعين الاعتبار لكن هي طبعا بتؤكد انه فريق سموحة ادى مباراة كويسة قدام الزمالك الزمالك استحق الفوز سموحة مش هقوله انه استحق الخسارة ولكنه كافح وادى اللي عليه بشرف كبير جدا فبنقول الحاج فرج عامل اهدى شوية لانه مسألة اعادة مباراة ما هيقاش يعني مباراة في دورة رمضانية ده مباراة كرة قدم تم اعتماد نتيجتها لكن انا بعرضها علشان اقول ان اللي جاي ممكن يبقى فيه من ده كتير خصوصا بعد الخطاب بتاع بيرامدز اللي كان برضو بيطالب فيه باعادة مباراة مع الزمالك او تضامن فيه مع الزمالك بشأن اعادة مباراة معاه لانه الحكم تغاضى جهاد جريشا كان اعتقد عن 8 دقايه وقت بضى اللاية حسبهم في المباراة سجل منه بديئة ونص بس 6 دقايه ونص مهضارة وهنا بيحضرني في احدى مباريات الدوريات الاوروبية في حكم تغاضى عن احتساب دقيقة واحدة بعد ما خرج من الملعب الناس قالوا له لا ده لسه في دقيقة في الساعة الرجل استدعى الفريقين ورجع تاني كمل باقي المباراة المباراة